اعتداء أنه أيضا من الأسباب التي دفعته إلى الدخول إلى السورية تأمين مقام السيدة زينب في الشام لماذا؟ المبرر بأنه لو حدث أن دخل الإرهابيون الذين يسميهم يعني هو إرهابيين وقاموا بالاعتداء على مقر السيدة زينب هذا سيؤدي إلى فورة شيعية ستؤدي إلى فتنة سنية شعية كبيرة ولكن الكل يعرف أن هذه المقامات موجودة تاريخيا عندما كان السنة يحكمون هذه البلاد ولم يكن للشيعة أي تواجد أو أي نفوذ وأبقوا على هذه المقامات ليس من شيام أهل السنة أن يقوم بالتهجم على المقامات إذا كان يقصد بعض الجماعات التكفيرية التي فعلا حتى نكون واضحين عندها مشكلة مع المقامات وراء إنما تفعله في شمال الشرق السوري وأيضا في مناطق العراق حيث قاموا بتفجير قبور ومقامات لعلماء سنة والبعض يقول أن هناك مقامات لبعض الأنبياء قاموا بتفجيرها ولكن في الشام لم يكن لهذه التنظيمات سواء داعش أو مصر أو غيرها لم يكن لها النفوذ وإنما التنظيمات التي كانت موجودة في محيط دمشق هي أقرب إلى التيار السلفي المعتدل أو التيار السوفي فبالتالي لم يكن هناك خطر على هذه المقامات ولكن حزب الله كان يريد زريعة للدخول إلى سوريا طيب والدليل أنها كانت زريعة وليست حقيقة ما الذي دفع حزب الله بعد ذلك للتوجه إلى حمى وإلى حلب وإلى ريف إدلب وإلى غيرهم من المواطق صدقنا في حمص أو في القلمون أن هناك حدود مشتركة وربما يكون هناك تهديد على الداخل اللبناني صدقنا بهذا الأمر صدقنا بهذه الزريعة بالنسبة لمقامة سيدة زينب طيب ماذا هناك في حلب؟ ماذا هناك في إدلب؟ ماذا هناك في حمى؟ في بقية المناطق السورية فإذا الموضوع أكثر من ذلك أنا لا أستغرب هذا الموضوع ولا أستغرب ولا أتفاجأ لأني أفهم سيوات حزب الله حزب الله جزء من المشروع الإيراني وهو خادم لهذا المشروع وهذا أمر لا يخفي حزب الله وبالتالي سيكون حزب الله حتى القرار يخدم أو نجمع الشعر